ألا بيف نشرح لي وعاجل الموظفين والمعاشات قرار رئيس الوزراء رقم 57 بسرعة صرف مقابل الأعباء الوظفية بأثر رجعي ايه هو القرار ده يا جماعة وايه هي تفاصيله تعالوا بينا نتعرف على التفاصيل قرار رئيس الوزراء ده يا جماعة واللي بيقول فيه سرعة صرف مقابل الأعباء الوظفية بأثر رجعي سواء للموظفين او من خرجوا على المعاش وانه عرضه معانا مستند لصرف مقابل فروق الأعباء الوظفية بقرار رئيس الوزراء رقم 57 وده هيكون بدون تقادي بدون اي قضايا تعالوا بينا نتعرف على هذا القرار من خلال الفيديو خطاب رئيس الوزراء جماعة بسرعة صرف الأعباء مقابل الأعباء الوظفية وايضا خطاب وزارة التربية والتعليم بسرعة صرف الفروق من سنة 2014 قرار رئيس الوزراء ده جماعة سنة 2014 حيث كانت علاوة مقابل الأعباء الوظفية بتنحصر ما بين 300 جنيه الى 425 جنيه وده كان بيتم حسب الدرجة الوظفية في 21.1 سنة 2014 تم اقرار علاوة مقابل الأعباء الوظفية للمعلمين بقرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 وكانت العلاوة حسب ما جاء تبقى لكل درجة وظفية بتتراوح ما بين 300 جنيه لدرجة كبيرة وبتوصل لمبلغ 425 جنيه لدرجة معلم أو معلم مساعد طبعا الدرجات الوظفية الأقل بتكون أعلى في العلاوة دعوا بينا نشوف القرار الأول زي ما حضراتكم شايفين أمامكم على الشاشة القرار رقم 57 لسنة 2014 واللي فيه وبيبين المبالغ المقطوعة لكل درجة زي ما هو قدام حضراتكم دلوقتي طبعا المادة الأولى ودي المادة اللي هي بتمنى في الموضوع وده اعتبارا من 1.1.2014 تم اقرار الحافز مقابل الأعباء الوظفية وبدأ ب425 جنيه للمعلم المساعد وانتهى في آخر شيء لكبير معلمين بمبلغ 300 جنيه القرار بقى بيقول ايه ويستمر صرف العلاوة المشار اليها للمعلمين الحاليين المستوفون للشروط السابقة طبعا ده بالنسبة للقرار اللي حضراتكم وعارفينه ولكن اللي حصل غير كده كل ما اترأى المعلم لدرجة أعلى بيقل 50 جنيه وطبعا مسؤول المرتبات بيخصم مباشرة وبيطابق لإيه الدرجة الوظفية مثلا معلم اترأى المعلم أول بيقل 50 جنيه وطبعا مسؤول المرتبات أو المهاية بيخصم 50 جنيه دي إلى أن جاء رد الإدارة العامة للموازنة المالية والاستحقاقات بوزارة التربية والتعليم واللي بيقول إيه نتشرف العرض على سيادتكم بالآتي تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 إنها بتقر علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وذلك اعتبارا من 1-1-2014 بمنح شاغل الوظائف التعليمية الوردة بالجدولين المرفقين للقانونين واللي هو رقم 155 بالنسبة للتربية والتعليم ورقم 156 بالنسبة للأزهر علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبزول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الوقاعة على أعتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة نجب أن نشوف اللي هو رد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم الرد يقول إيه وبناء على نص وبناء على نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 يستمر يصرف قيمة العلاوة المنصرفة قبل الترقيق بذات المبلغ يعني اللي ترقى أو ما ترقاش حتى تستمر يعني واحد مثلا كان بياخد 450 جنيه هيستمر معاه 450 جنيه سواء ترقى للدرجة الوظيفية الأعلى يعني درجة مثلا خبير أو درجة كبير أو ما إلى ذلك بيستمر 450 جنيه ما بيقلش ال50 جنيه زي ما كانوا بيعملوا قبل كده يعني مش كل ما ترقي إيه اللي لأه هيفضل معاه الفلوس زي ما هي طيب تعالوا بقى نشوف اللي هما اللي 4500 دولار جوم زي لو افترضنا أن المعلم وقتها زاد 50 جنيه طيب القرار ده كان إمتى كان من 2014 حتى 2023 يعني حوالي تسع سنوات لما نضربها في 12 شهر عشان يعطينا القيمة الشهرية أو قيمة الشهور هيطلع حوالي كام هيطلع مية وتمانية شهر هنضربهم في خمسين جنيه هيطلع المبلغ المستحق وهو خمس تلاف وربعمية جنيه اللي احنا كنا لسه بنقول عليها لحضراتكم طيب حد بيسأل يقول طيب ووضع المعاشات انت حضراتك بتقول الموظفين والمعاشات طيب ده بالنسبة للموظفين اقول لحضراتك برضو ان المعلمين اللي تلعوا معاشات هنا بيتحسب لهم المبالغ دي وده بيكون بدون قضايا يعني بيتحسب لهم الحاجات دي بدون ان حضراتك تروح ترفع قضية وتنتظر ان انت تتأوم محامي ونتظر ان انت يتحدد جلسة وتكسب القضية لا الكلام ده بتحسب بدون اي تقاضي احنا معنا هنا هو زي ما قلنا ان هو قرار رئيس الوزرة او رد لجنة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم على هذا الموضوع فبالتالي ان احنا طالما فيه يعني قرار وصادر برئيس الوزرة وان هو حيتم تطبيقه بأثر راجعي وان هما حيحسبوا الفلوس اللي هي كان مفروض ان الموظف يعني ما هو برضو ظلم يعني برضو لو جينا برضو نقاش موضوع ده ظلم ازاي ان انا كل معلة في الوظيفة كل ما تخصم مني فلوس مفروض ان انا كنت باخدها وانا في وظيفة اقل طب على كده بقى خلاص بقى انت ما ترقينيش بقى ترقيش الناس عشان ما تخصمش منها ازاي يكون كل ما معلة في الوظيفة تخصم مني خمسين جنيه والمفروض ان انا كل ما معلة في الوظيفة مفروض ان انا الرتب بتاعي بيزيد ومفروض ان انا ببقى احسن مستوى معيشها طب ازاي يعني ما عرفش حاجة زى كده فبالتالي القرار ده جيه منصف للناس اللي كان بيتخصم منها فلوس كل ما تعلق كل ما يجي يترقى يلاقي نفسه بيتخصم منه خمسين جنيه يترقى يتخصم منه خمسين جنيه طب اياه يعني العلوات والعاجات ده فيها كان خمسين جنيه فبالتالي اعتبر القرار دوت اللي احنا قلنا على ايه بتقرار رئيس الوزرة ده اعتبر قرار منصف للموظفين وكمان لا اصحاب المعاشات زى ما قلنا عشان بيتحسب لهم حزبة معينة كده وبياخدوا المبالغ اللي هي اللي كانت بتستقطع قبل كده واللي كانت قبل القرار وقبل القرار ده ما يصدر كان بيستقطع منه جيه اترقى يتلاقي الموظف اللي هو بتاع الموارد البشرية لقى انه الناس اللي اترقت الشهر ده مثلا فلان كان درجة مثلا معلم بقى كبير معلمين مثلا فيقول اه لا معلم كان بياخد ده بالخمسين كبير معلمين اخصم منه خمسين جنيه يعني اه حاجة برضو حاجة مش 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 صح يعني فرد ان انا كل ما اترقى كل ما مرتب يزيد كل ما مستوى الوظيفي ومستوى ومرتبي اه يزيد مكافئات يتزيد حاجات يتزيد على اعتبار ان ايه ده ده يعني دي حاجة من حاجات الترقية ما اللي تسمعها الترقية ازاي ترقية يعني حاجة افضل حاجة اعلى فبالتالي اه ده كان خبرنا النهاردة ونتمنى ان احنا نكون مفيدنا حضراتكم ان شاء الله حنروح ونجيب لكم برضو كل ما هو جديد كل ما هو مفيد انتظرونا في فيديوهات اللي جاية ان شاء الله في حاجات كتيرة جاية جميلة ومفيدة لحضراتكم اللي سوى شاركش في القناة اشتركوا في القناة دعمونا باللايك وشير اضغطوا زر الجرس او الاختيار قول او كل عشان يصيركم كل جديد وتابعونا الفترة اللي جاية في حاجات كويسة لحضراتكم زي ما قلنا وكان ماكو سيد شاكم وكان نتشرح لي